بس يا كابتن هو منزيمة أهم معنصر بالنسبة لريال مدريد طوال السنوات اللي فات التعديد يمكن كريم منزيمة هو الحل الأمثل لخط وجوم ريال مدريد في حالة عدم وجود كريم منزيمة وضع الأقرب طبعا هيكون خلاص خط وجوم ريال مدريد بيعتمد فقط على السرعات وبيعتمد فقط على الاختراكات خاصة من الأجنب سواء أسينسيو أو فينيسيوس أنا بشوف أن أسينسيو أنت تقدر يعني الحد كبير تحد من خطورته لأنه دايما بيفكر في الحل اللي هو يدخل لجوه ويسدد فأنت هتقدر تقفل حتة دي بحطة خط الضهرب كمان بالعيب بوسط الملعب بيضغط سواء سلية أو حمدي بين فيهم الموجود أو ديانجة حتى هتقدر تعمل القصة دي بشكل كويس جدا ولكن هي دايما الخطورة عن طريق فينيسيوس أنا بشوف أننا لازم نعمل زي سياتل لما عمل قدامنا سياتل ساوندرز قدامنا حاول كابتن يشل شوية من الأجنب بتاعتنا ومن الوينجات بتاعتنا لأنه عارف أن الخطورة كلها بتأتي من الوينجات ويقافل كويس بسرعة ويمكن كولا ركبتن حاول أنه يغير يعني كده برضو وحاول كمان أنه يغير في التشكيل بدأ المباراة بدأ بالتلاتة اللي نهى به مباراة أوكلان بحيث أنه يغير من تفكير سياتل لأنه عارف أنه سياتل هتوفر أنا بشوف أن السر أنك تفوز على ريال مدريد هو أنك تطول المباراة على قد ما تقدر خلال التسعين دقيقة لأبعد ما يكون أنك تخلي ريال مدريد ما يسجلش فيك أكيد بشكل مبكر بجانب أنك تشلله الجانب الأيصر بتاع فينيسيوس لأن الجانب ده جانب محمد هاني عندنا في الآن هيكون أهم جانب أنت لو شلت الجزء ده وسط الملعب هيخدم على مين وسط الملعب قوي جدا هو الجزء ده ناحية الشمال فينيسيوس دلوقتي في ناحية الشمال بتكلم كمان على لو كان كما فينجا هيلعب باك شمال ولا ألبا هيلعب باك شمال دي برضو جزئية ما أضحيتش لأنني بتفرق يعني على المستوى الهجومي أنا شايف أن ألبا أكتر من رائع في الحالة الهجومية يعني بيخش ويوصل للخاطر لكن بسطورة جابت يكون كما فينجا يعني ما بيكملش أول قدام مش جاهز أوي كمان يعني ألبا مش جاهز بشكل كبير جدا أعتقد كما فينجا هو اللي ممكن ياخد اللقاء ده بشكل كبير هو الباكليفت موجود لريال مدريد أنت ساعتها هتواجه أكيد خطورة من وسط ملعب ريال مدريد ريال مدريد عنده سبيوس الفترة اللي فاتت بترى ياخد موتشاط بشكل كبير جدا آخر خمسات مبارات موجود فيها بشكل أساسي تشاوميني كمان لعيب موهمة بشكل كبير جدا في وسط الملعب والنهاردة هو وريح لوكا مودريتش وكروس أظن أن لوكا مودريتش وكروس مش الاتنين اللي هيبدأوا مبارات الأعلى أعتقد واحد منهم ممكن هو اللي يبدأ مبارات الأعلى ويمكن الأقرب لوكا مودريتش ممكن يبدأ بحيثة لوكا وسبايوس وتشاوميني في وسط الملعب بحيث أن تشاوميني يدي له حل التسديد فأنا بشوف أن يديانجي هنا عليه دور مهم جدا في حيثة شل التسلاسي ده إنه يقطع إزاي الكرة بشكل سريع إنه هو كمان الاختراكات وإنك تسبب لهم قلق في الجزئية دي من يكون هافين عندنا أو وينجين عندنا يكونوا سراع جدا أنت بتخلي وسط الملعب بتاعهم مشتت بشكل كبير جدا ولازم ما يبقاش عندك الرهبة من ريال مدريد وانتراز المباراة لأن الرهبة دايما هي اللي ممكن تسبب أنك كل التاكتك اللي بتتكلم فيه يؤدي أنك أنت طبعا تبقى نازل خايف في المباراة كمان الدوافع والشحن بالنسبة لمرسيل كولر إن ده إنجاز تاريخي وأنك أنت توصل لنهائي كاس العالم إن ده لأول مرة في تاريخك أنت نادي دلوقتي تستحق أنك تكون موجود في فاينال كاس العالم أولا البطولة مقامة في دولة عربية كل الجمهير موجودة كل الناس بتشجعك أنت عندك الكدرة أنك 8 مرات مشارك في كاس العالم قندية أنت أكتر فوز بعد ريال مدريد في المباراة عندها خلاص إنجازات دلوقتي تخليك تلعب ند بند ريال مدريد ولكن لازم أنك تطول المباراة لقد ما تقدر تقفل على خطورة فينيسيوس وكمان وسط الملعب بكوة ديانج وبكوة حمد يقدروا يحدهم وخطورتهم لأنك إنت لو قفلت الجانب ده وسط الملعب هيخدم على مين هيخدم على رودريجو رودريجو لو وقف وسط عبد الميرعو المتولي أنا بقول لك عبد الميرعو المتولي يقدروا أن هم يحدوا بخطورته بشكل كبير السنسو تقدر تحد خطورته بشكل كبير جدا